التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجنوب أفريقي سيريلا رمفوزة على هامش قمة تجامع بريكس المنعقدة بمدينة قزان الروسية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا لاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذا به لما يمكن إنجازه على المستوى القري والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشققين كما تناول اللقاء أيضا الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأكد الرئيسين مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفي ذات السياق أكد الرئيسين ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العادلة لقطاع غزة وأعرب الرئيس الجنوب الأفريقية عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا المجال وبحث الرئيس السيسي ونظيره الجنوب الأفريقي سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية وفي إطار تجامع بريكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية